السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم تحديث جديد قامت بالانستغرام مؤخرا وهو تمت إضافة يمكنك أن تقوم بإضافة أكثر من رابط الخاص بالمواقع الخاص بالتواصل الإجتماعي على حسابك على الانستغرام كما تلاحظون معي الآن في الحساب الخاص بي كيف تقوم بإضافة هذه الروابط وكذلك كيفية كما قلنا شرح هذا التحديث إذا كان يهمك الأمر فتابع معي الشرح في البداية سوف نقوم بالذهب إلى حسابنا على الانستغرام بهذا الشكل نقوم بالذهب إلى إحدى الحسابات الخاصة بالأخرى على سبيل المثال مثلا هذا الحساب آخر الخاص به هنا يمكنك أن تذهب مباشرة إلى التعديل على الملف الشخصي تنقر عليه بهذا الشكل بعد ذلك سوف يعطيك هنا المعلومات المتعلقة بالملف الشخصي أو البروفايل الخاص بك على الانستغرام كل ما عليك فعله هو أن تذهب مباشرة إلى إضافة رابط تنقر عليه بهذا الشكل وهنا يعطيك هذه آلامة الزائد إضافة رابط خارجي على سبيل المثال سوف نقوم هنا بإضافة مثلا تابعنا على سبيل المثال على صفحتنا على هذا الشكل وهنا يمكنك أن تقوم بإضافة الصفحات الفيسبوك الخاص بك مثلا فيسبوك أو يمكنك كتابة F بهذا الشكل ثم نقطة ثم ضوط كوم بهذا الشكل ثم تعمل سلاش ثم مثلا تقوم بإضافة اليوزر الخاص بالصفحة الخاصة بك على هذا النحو بعد ذلك تقوم بالنقر على آلامة الإضافة بهذا الشكل سوف يتم إضافة الرابط نقوم بإضافة مثلا تابعنا مثلا تويتر ثم تقوم بإضافة كذلك هنا الرابط الخاص بي أعفو نقوم بإضافة تويتر ثم تعمل سلاش أو نقطة ثم ضوط كوم بهذا الشكل ثم تعمل سلاش ثم تقوم بإضافة اليوزر الخاص بالحساب الخاص بك في هذا الشكل ثم تقوم بعملة الإضافة بعد ذلك تأتي مباشرة بعد ذلك تأتي مباشرة تقوم مثلا تابعنا تابعنا على مثلا اليوتيوب هذا الشكل ثم تضيف هنا موقع الخاص باليوتيوب يوتيوب ثم ضوط كوم ثم سلاش ثم تضيف اليوزر الخاص بك على هذا النحو ثم تقوم بإضافة مرة أخرى ثم تذهب مباشرة مرة أخرى هنا تقوم بكتابة مثلا تليجرام أو تابعنا على تليجرام مثلا ثم تضيف هنا رابط الخاص بالتليجرام في هذا الشكل توضيف هنا ضوط كوم مرة أخرى ثم توضيف سلاش ثم توضيف اليوزر الخاص بك على هذا النحو الآن قد قمنا بإضافة أكثر من رابط كما تلاحظون تبقى لنا رابط واحد يمكن أن نقوم بإضافة مثلا حساب آخر مثلا سناب تابعنا على سناب شات عفوا هنا نقوم بكتابة تابعنا على سناب على هذا النحو وهنا يمكنك أن تضيف الرابط الخاص بحساب سناب شات في هذا النحو في هذا النحو تضيف هنا نقطة ثم ضوط كوم مرة أخرى دائما ضوط كوم ثم تعمل سلاش ثم توضيف اليوزر الخاص بك في هذا النحو ثم نتلقى هنا على آل إضافة بعد ذلك سوف يتم إضافة كما تلاحظون لقد قمنا بإضافة أكثر من رابط يعني خمس روابط خارجية التابعة لحسابات الخاصة بناء على الأنستغرام وهذه الميزة لم تكن متاحة من قبل للإشارة فقط فهذه الطريقة فهي متاحة فقط في الحسابات العادية أما بالنسبة لبعض الحسابات فليست متاحة فيهم هذه الميزة سوف أريكم على سبيل المثال لدي هذا الحساب الخاص بي أو الحساب الرسمي الخاص بي على الأنستغرام فإذا قمنا بالذهب إلى خساب الخاص بي نذهب إلى التعديل على المنف الشخصي نقوم بالدخول إليه بهذا الشكل هنا سوف نقوم بالذهب إلى روابط فاحضوا معكم فقط أعطاني رابطيني فقط كما تلاحظون رابط الخاص بي donde الموقع الإلكتروني الخاص بي وهنا أعطي أعطاني رابط المنف الشخصي وهذه الطريقة إخواني الكرام فهي بسيطة وسهلة ورائعة جدا يمكنك أن تقوم بإضافة روابط التابعة للحسابات الخاص بك من أجل أن يتم التواصل معك من طرف الزوار الخاص بك وكذلك التعرف على الحسابات التي تمتلكها أي شخص أراد شيئا ما من حساب مثلا فيسبوك أو من حساب مثلا تليجرام أو غيرها ويمكنك أن يقوم بزيارة الرابط الخاص بالحساب الخاص بك خلال هذه الأنميزة أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نالت إعجابكم لا تنسوا دائما دعمنا بالنقاء على زر لايك للفيديو لا اشتراك في القناة شكرا لكم على المتابعة إلى حلقات قادمة بحول الله نشكركم للمشاهدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك والتعليق موسيقى